في الفيديو ده حنتكلم عن التوقعات الفلكية خلال سنة 2022 وتأثيرها على موليد برج الميزان وموليد الميزان هم المولودين في الفترة ما بين 23 سبتمبر و22 أكتوبر وبشوف أنه سنة 2022 مع موليد الميزان ممكن تكون سنة فيها نجاحات إن شاء الله أو هي سنة نجاح بالنسبة لهم السنة بدأ وطول السنة زحل إن شاء الله بيدعم موليد الميزان فطول السنة زحل بيدي الموليد الميزان نطج أكتر وشجاعة أكتر ويمكن كمان دقة أكتر في الشغل حيكون عندهم إسرار إنه يعملوا كل حاجة بدقة يمكن وجود زحل في الوضع الداعم ده بيخلي عند موليد الميزان شوية روح مشاكسة على غير طبيعتهم ممكن يكونوا بيميلوا خلال السنة دي إنه هما يعترضوا وقليل لما الميزان يقول يقول لا أو يعترض هما دايما من الأبراج المطيعة المسلمة لكن يمكن يكونوا في خلال السنة دي عندهم سلوك آخر وعاطفيا هيكون فيه فرص للحب والجواز جدا لو مش مرتبطين ممكن يكون عندهم فرص هيلة زحل بيديهم نطج في المشاعر كمان وقدرة على عمل اختيارات موفقة وسليمة إن شاء الله في الحب وفي الجواز أما المشتري فموجود من أول السنة لغاية يوم 10 مايو ده كوكب الحظ في منزل العمل وده بالتالي عشان كده قلت هي سنة نجاح المشتري بيدي حظ في التلت الأولاني من السنة حظ كويس في الشغل فيعني موليد الميزان حاولوا تستغلوا الوقت ده التلت الأولاني من السنة عندكو حيوية ونشاط أكتر عندكو قدرة إنكو تنظموا جهودكو أكتر وتوظفوا جهودكو في اتجاه سليم وعندكو إسرار إنكو تعملوا كل حاجة على أكمل وجه فسواء يعني كل الواجبات اللي عليكم هتكونوا بتحاولوا تعملوها على أكمل وجه سواء كانت واجبات مهنية أو واجبات منزلية ففيه تنظيم للوقت أفضل تنظيم للجهد أحسن يعني أشوف إنكو إن شاء الله هتكونوا عندكو قدرة تحققوا نجاحات شخصية وكمان نجاحات مهنية لكن فيه وقت ما هواش أليل الحقيقة من أول 11 مايو لغاية 30 أكتوبر المشتري في مواجهتكو في الوقت ده فوجود المشتري في مواجهتكو من 11 مايو لغاية 30 أكتوبر ده وقت رغم إنه فيه كواكب تانية دعمة لكن فيه شروط في الوقت ده لازم تحاولوا تعملوها أو تلتزموا بيها عشان الدنيا تمشي في صالحكو الشروط دي هي إنكو ما تتصرعوش خالص في قراراتكو لازم تعملوا الواجبات اللي عليكو تدريسوا كويس أي حاجة قبل ما تقرروها ما تغمروش أبدا في الفلوس في الوقت ده وفي القرارات الشرائية ما تغمروش وزي ما قلت إنه آه عندكو حظ في الحب في الجواز بس في توقيع العقود لازم تاخدوا بالكم من حقوقكو في الوقت ده من أول 11 مايو لغاية 28 أكتوبر سواء بقى كتعقود شغل أو عقود جواز فحاولوا إنكم من 11 مايو لغاية 28 أكتوبر تتأنوا وترتبوا أفكاركو أولوياتكو ما تغمروش على كل الأصعيدة ما تغمروش لا في الفلوس ولا في الجواز ولا في الشغل في توقيع أو العقود بالذات حاولوا يعني تقوموا التشوش في الوقت ده لأنه ممكن عندكم حيرة وتردد في الوقت ده في اتخاذ قرارات تأنوا عشان ما تخسروش اللي انتو كسبتوه في التلت الأولاني من السنة دي كل النصايح بس فيه كمان وقت حلو رغم ووجود المشتري في مواجهتكو من أول 28 المريخ في منزل الحظ بيديكو حظ في السفر من أول 28 لغاية 30 أكتوبر وبيديكو حظ في أنكو تعرفوا تلتقطوا الفرص وتعملوا تطور كمان في مجالكم المهني ولو في مراحل دراسية هيكون عندكو قدرة على تحصيل المعلومات أكتر من أول 28 لغاية 30 أكتوبر إن شاء الله السنة كلها تكون حلوة بس خدوا بالكو من شوية الحاجات اللي قلناها وكل سنة وانتو طيبين ترجمة نانسي قنقر